طبعاً أكثر شي تكرر هسا بالتعليقات لتعطعش ألف وين صارت تأخرت عرقلة الموضوع هو قضية الخمسة وثلاثين ألف درجة وظيفية أو الاثنين وخمسين ألف بموضوع التربية تعرفين يعني لما يطلع 13 ألف درجة وظيفية وهذا الشخص نفسه طالع بالتربية هذا راح يحرم واحد يعني فالموضوع هو لهذه اللحظة مالت التربية ما مخصوم واقعاً أنا أحسن الظن باللجنة المشكلة بموضوع 13 ألف درجة وظيفية يعني أغلبهم مهنيين شباب مرتبين يعني فأحسن الظن بيه يعني هو هذا اللي أرقل موضوع الدرجات لل13 ألف مو بس هذا يعني هو إحنا حتى نطلع بمحصلة جيدة يعني هذا التقاطع أنا موضوع 13 ألف درجة وظيفية تخصيص مالي يعني أنا لما أرفع الوزارة المالية يا هذا موضوع التخصيص المالي يضمنوا لي أنه أرجع مرة الثانية أقول لا هذا طلع عنده تقاطع وظيفية بدوا يوطنون يعني هسن 35 ألف درجة وظيفية بدوا يوطنون توطين الرواتب مالتهم نعم فحتى لا يكون تقاطع هذا واحد ثنياً أرقام جداً عالية 350 ألف إلى 400 ألف مقدمين مفاضلة نقاط شهادة هي بيها في الضوابط يعني مو اجتهادات يعني ما يقدر مثلاً يعني مو قرأ لا لا موضوع قرأة يعني هذا اللي تنطبق عليه الضوابط يعني هي اجت من وزارة المالية بيها ضوابط شهادة العمر سنوات التخرج كم درجة نخلل هذا كم درجة نخللها بيقابلها أكثر من 400 ألف متقدم وأنا أريد منعتهم يعني حتى ماكوا مش قدة تكون النسبة 12-13% يعني نعم فأحتاج النسبة منعتهم قليلة فأكيد يحتاج وقت بالموضوع وأعتقد يعني الأخوة باللجنة المشكلة بدوا يعني يشطبون عملهم يعني شكرا